وأخيراً، نظارة أبل صارت قريبة وظهرت تسريبات للمواصفات وفولفو لديها حل مبتكر لعرض المعلومات في السيارات بدل الشاشات الكبيرة والمتعددة على طبلهم السيارة من جوة وسامسونج يبدو أنها فعلاً اتخذ القرار بخصوص عائلة النوت وأنا في مكان فريد من نوعه موجود في المملكة العربية السعودية وأثره يصل للعالم كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وأخوكم فيصل السيف وبرنامج أول بأول مع أخبار التقنية وأكيد العلوم والآن أنا أكيد في جامعة الملكة عبد الله للعلوم والتقنية المكان هذا حالياً يقام فيه أسبوع كاوست المفتوح للبحث العلمي هذا الأسبوع بعنوان استدامة العلوم للمستقبل والذي يحدث مناقشة مشاريع بحثية كثيرة لاحظوا، اضعوا خطين تحت مشاريع بحثية لا أتحدث عن مشاريع فقط في الورق لا، أتحدث عن مشاريع بحثية عيوني ويقوموا بإتمامها وتطبيقها على أرض الواقع بل كثير منها موجود كمنتجات في العالم وأيضاً يستخدم في كثير من الجهات بعض المشاريع التي لنظري هي نومه موجودة في نفس أسبوع البحث المفتوح في جامعة الملكة عبد الله للعلوم والتقنية أتحدث عن بحث بإمكانه استخراج الكربون وسحبه من الهواء وأيضاً طرق لضخ هذا الكربون في الأرض بعضكم يسألوا ما هو الفائدة من هذا الموضوع؟ لدينا تلوف جداً على كوكب الأرض والأوزون يتضرر وكثير من الدول تحاول تعمل أشياء لتقلل من الإمبعاثات الكربونية في الهواء ولكن شيء آخر بدأت تعمل كثير من الدول ومنها المملكة العربية السعودية أنه نفس الكربون الذي لدينا في الهواء لما نأخذه ونسحبه ونتصرف فيه نضعه في الأرض ونستخدمه مع نضخ الأبار أو استخدام النفط وإخراجه من الأبار والغاز أيضاً في الأبار الغاز فهي كثير من الابتكارات التي تابع لهذا الموضوع وأيضاً دعني أوضح أن كثير من المشاريع التي موجودة هنا البحثية القوية تم تبنيها في بعض الجهات في المملكة العربية السعودية فمثلاً لديكم أرامكو ونيوم وعندكم بعض الجهات الأخرى المهتمين بحكم تخصصهم والشيء الذي يقومون بها في هذه البحوث لإستدامة أكثر والتطبيق على أرض الواقع وانتقل الآن للأجهزة وهاتف أوبو القابل للطايم من الممكن أن ينزل باسم الفايند إن 5G واضح أن الكل يريد أن يأكل جزء من كعكة الأجهزة القابلة للطايم لا يوجد تفاصيل كثيرة باستثناء أن الجهاز يأتي بشاشة 7.8 إلى 8 إنش من نوع OLED وبدقة 2K وتردد 120 هرتز وهناك كلام عن الكاميرات ولكن لا يحتاج أن ندخل بتفاصيلها والموضوع لسه أدري عليه لأن ولا شيء أكيد إلى الآن على القناة تحصلوا فيديو لكيفية توسيع المساحة الداخلية للبلاي ستيشن 5 حيث تقدروا وتعبون الجهاز ألعاب كثير الطريقة السهلة واضبسطتها خلال نفس الفيديو وفي القناة فيديو لمجموعة أجهزة مختلفة استعرض لكم جهاز البيكسل المختلف وأيضاً استعرض لكم أجهزة ثانية وتكلم على هايبر اكس والرابط موجود في وصف الفيديو نفسه وانتقل لأنار والتي ستأخذ مكان هواوي وهذا بالنسبة لعشاق هواوي التي يريدهم أن يكملون معها ولكن يفتقدون خدمات جوجل أجماعة الأصوات هنا في حرم جامعي فأكيد حياة جميلة موجودة هنا أكمل تسريبات الآن تقول أن الأنار سيكس دي برو مزاياه من الممكن أن الإعلان الرسمي يتم وقت نزول هذه الحلقة ولكن لو لسه ما نزل فأخذ المواصفات المساردة الجهاز يأتي بمعالج الكوالكم سناب دراجون 7 7 8 جي بلس ونظام الاندرويد 11 و 12 جيجا بايت من الذاكرة شاشة OLED بدقة فل اتش دي بلس بتردد 120 هرتز مائلة كاميرا خلفية 108 ميجا بيكسل خلفية و 50 ميجا بيكسل أمامها شحن بقدرة 66 واط أيضاً فننتظر ونرى أنه فعلياً أتمنى فقط رجع كويسة لأي شركة تكون عندها ولو تاريخ لكثير من التقنيات التي كانت تأتينا من شركة هواوي في الآن نذهب إلى الفاصل ونعود هذا الجوال تستطيع أن تشحنه بالكامل ب38 دقيقة لأنه يأتي في علبة شاحن 66 واط وهو يدعم الشحن السريع هواوي نوفا 9 الجديد أهم المزايا والأشياء التي تمنيتها أفضل كبشروها ستجدون مراجعة تفصيلية في القناة وتابعوني كل مختصر أول بأول خوذة أبل الواقع الافتراضي والمعزز وأيضاً الممزوج ممكن أن نرى نهاية عام 2022 وأخيراً الآن التسريبات تقول أن الخوذة تأتي بمعالج M1 وشاشتين 4K من نوع الأوليد تم تصنيعه من قبل سوني يعني غريبة من سامسونج والرهيب أيضاً أنها تعمل بشكل منفصل وما تحتاج لتوصل بماك أو بايفون الوزن سيكون من 200 إلى 300 جرام والسعر متوقع يكون من 1000 إلى 3000 دولار حين يا جماعة لو تكلمنا عن سعر الحالي للأوكوليس ريفت 2 قاعدين نتكلم على 300 إلى 500 دولار وعلى حسب المساحة التخزينية الداخلية فأمر أنها تكون ب1000 دولار أكيد يعني كونها من أبل أكيد البراند له قيمته معها ولكن فكرة أنه بدون جهاز هذا شيء مره حميد وممتاز ويمكن أن يفتح الباب بشكل كامل لتقنيات من نفس القطاع ونتكلم على الواقع الافتراضي والواقع المعزز وأيضاً الواقع الممزوج دنيا معادة تقول أتمنى يوم أدخل قناتك وألقاك تتكلم عن لوحيات سامسونج هي فعلياً موجودة مهبة الكثرة العالية ولكن على حسب التوفر الرسمي لهذه اللوحيات في منطقتنا فأكيد من قناة التليجرام تدخل وتبحث عن أي لوحي تريد وإلا ما تلاقي محتوى بإذن الله وبالحديث عن الواقع المعزز والافتراضي فولفو شركة السيارات العريقة تقول لماذا نحتاج شاشات كبيرة في السيارات طالما عندنا زجاج أمامي كامل نقدر نخليه يعرض محتوى بأسلوب الواقع المعزز يفترض أن يأتي اليوم الذي نرى كل البيانات على الزجاج نفسه من سرعة ورؤية ليلية وخريطة ومحتوى فولفو شرحوا الموضوع بشكل مطول وبصراحة يريد حلقة كاملة لأفسره برأيكم أنتم على المستقبل تقنيات السيارات تنتقل لهذا النوع ويصبح على الزجاج الأمامي كل شيء ينعرض شخصياً فعلياً لا أرى هذا الأمر واقعي أحس أنه هناك مقدار من التشتت بيصير بالذات عندما لا يحصل قائد المركبة على الكامل الكافي من الرؤية النظيفة الرائقة بشكل كامل فهد وان كي سعي يقول شركات الإلكترونيات هي من ستنتج سيارات المستقبل هذه المرحلة التي تسبق الروبوتات الخارقة التي قد تكون متاحة حتى لنا كمدنيين ويمكن أن يأتي السيارات التي تتحول الروبوت بضغطة زر أولاً منطقي كلامك جداً منطقي أنه سيكون هناك جزء تلعب شركات التقنية بشكل كامل في صناعة سيارات المستقبل ولكن لا أحد ينكر أن كمية التاريخ والهندسة والعلم والبيانات التي موجودة عند شركات السيارات تعني أنهم أكفأ على هذا الموضوع فيمكن أن الشراكات الناجهة هي التي ستمكن شركات التقنية بأنهم يكونوا جزء من صناعة سيارات المستقبل فهذا شيء طبيعي الآن أنتقل لتسريبات سامسونج توقف تصنيع أجهزة النوت في 2022 السبب هو أنه تم دمج مزايا القلم مع فئة الـ S وأيضاً فئة الفولد الجديدة التي تدعم القلم تغطي مكان فئة رجال الأعمال والفولد بالفعل حقق مبيعات ممتازة بالرغم من السعر العالي فباختصار لا يحدث شيء يميز فئة النوت عن بقية عائلة الجالاكسي ممكن فعلاً لا نرى جوال باسم جالاكسي نوت مستقبلاً لكن روحه لا زالت موجودة في سلسلة الجالاكسي لو نتكلم على الـ S22 Ultra بالتحديد وأكيد بخاطرنا لأنه مواضح الموضوع ليس معاني عشر أسنين وفي النهاية سامسونج سحبت علينا وأرجع لجامعة الملكة عبدالله للعلوم والتقنية وأسبوع البحث المفتوح وهي بعنوان الاستدامة Sustainability العلوم للمستقبل خلال العروض التي أرىها هنا والأبحاث التي تقدم شيء مرة رائع لو أعطيكم القصة الأساسية في إنشاء هذا الأسبوع الآن نتكلم على الجائحة والتي عدت علينا وتعتبر نوعاً ما جائحة قدرة البشرية تتعامل معها بشكل جيد إلى جيد جداً بعد هذه الجائحة أكيد من المطلوب ومن الجميل بحسب رؤية الفاكلتي حقين نفس الجامعة أن يكون في هذا الأسبوع اللي يعرضوا كمية البحوث والأشياء الكثيرة اللي قدروا يطلعوا فيها ويجمعوها في مكان واحد ويجعلوا نفس أصحاب البحوث يجتمعوا في مكان واحد ويقدموا بكل فخر أعمالهم والتي ترتبط كثير منها بالجائحة ونتائج أمور في الجائحة يا جماعة من هذا المكان طلعت بعض المنتجات التي تستخدم في نفس نطاق الجائحة مثل الكشف عن الكوفيد والكشف عن بعض الأمور التي لها في الجائحة في الفيروس والسلالة حقه كثير من الأمور التي لها في اهتمامنا في كوكب الأرض ليس فقط أن نقلل من الانبعاثات بل أيضاً كيف نحمي هذا الكوكب بفلترة الهوى الموجودة حولنا حالياً كمية من العلوم جداً رائعة وكبيرة وأكيد سأعطيكم تفاصيل أكثر عنها نهاية الحلقة هنا وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أذكركم كامل الفيديوهات التي ذكرتها قبل كده موجودة في نفس البلايلست وسوف تجدها أيضاً في وصف الصندوق نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير بإذن الله